هرجع لحضرتك تانية أستاذ كرم دكتور رشاد يعني كيف قرأت المشهد من واقع تخصوصك وكيف قرأت أيضا يعني تصرفات المواطنين بالكامل يعني المشهد بالكامل أولا مبروك لمصر يعني أهنا ببدأ مبروك لمصر بنجاح التجربة الانتخابية ومش تجربة هي نجاح مستحق في الانتخابات وبشكر كل للشعب المصري ليه لأن الشعب المصري طيق راجل بجد يعني بالرغم من نحن خفنا في الأول في أول يوم كانت العملية يعني هشة شوية وكانت بعض اللي جان فاضية لكن أنا بشكر الشعب المصري أني يعني مبارح وبالرغم من الغبار والدنيا كانت مقلوبة لكن كان فيه كثير من اللي جان مستحمة ومكتزة بالناس حتى هم مدوا كمان مدوا ساعة غاية ساعة عشر أنا شايف المشهد السياسي بمنظور يعني إحنا كنا تايهين ومازننا تايهين على فكرة ومازننا تايهين في تجربة الانتخابين ومازننا تايهين بمعنى إيه بكرة نتيجة أني هم الرئيس ما فيش هو فيه غيره في التعديل وهو بيتمتع بشعبية وهو يتمتع بشعبية ونسبة حياته أيوة وديا اللي كان عاوز المنظمات الدولية أننا نقع في الفخ ده أن الرئيس هو فيز فيز وبالتالي الناس ما تجيش بعد كده يقول لك ده التصويت نسبته عشرة في المية لكن أنا تابعت الانتخابات يمكن لغاية قرب الفجر أنا يعني لو لما أنا جاء عندك من نهاردة أنا كنت استمريت على الشاشة أتابع الأخبار في بعض المحافظات وصل فيها يعني تصويت إلى أكثر من سبعين في المية ويعني قليل اللي وصل فيها الخمسة والتلاتين واربعين لكن أنا بقول مش ده يبين يا دكتور بإذنك يعني قطع كلام حضرتك مش ده يبين أن إحنا فعلا كشعب فاهمين أن دي كانت نقطة يعني بعض المتربصين بينا كانوا عايزين نقع فيها لا هو الشعب أنا زعش كيلي بقولك أنا ما زلنا في مرحلة التجربة الديمقراطية ما زلنا في مرحلة مش فاهمين قيمة وطننا إحنا الشعب عموم الشعب مش فاهمة للعب لكن الإعلام قام بدور كبير جدا فيه التواية بكده لكن التواية ده بتوصل لمين ده فيه ناس قاعدة في الأزقة والحواري والشوارع ومش فاهمة هذا الأسلوب يبقى الدور هنا دور مين الدور هنا دور الجماعيات الأهلية دور القيادات الشعبية ولو أني طبعا هنقول ممنوع تشتغل الجماعيات الأهلية في العمل السياسي أنا أقول في التواية السياسي النواعي المجتمع بخطورة المرحلة الموجود فيها وأظن الأخي الحبيب سيد دكتور كارم لما أتكلم عن في المركز درسات الشراطية دول مهمتهم صعبة جدا مهمتهم إزاي نتكلم عن المجتمع وإزاي نخرج دراسات تتعبر عن الكتل النائمة والكتل المتحركة والكتل يعني يبيننا شريحة المجتمع كله أنا رجل تخصص خدمة اجتماعية أنا كنت كل اتصالي أن أبص على عيون الأولاد عندي في الجامعة وبسأل الشباب في الجامعة أنتوا يعني أنا كان عندي يوم من الأول يوم مهمة نقطة محاضرة كنت بقول لهم أنتوا مش عادين تتخبوا يعني عدد كبير جدا من الشباب بقولوا مرهي سفايز فايز فأقولت لهم لا هو فايز فايز بس روح سأعمل روح وما تنتخب روح حطوا صوتك ويعني عايز تبوز صوتك تبوز عاوز تأخل المشاركة لازم تشارك عين كانت مع المشاركة بس ما تبقاش سلبك بس لازم تسجل مشاركة أنا كان قدام ما يخرب عن 200 أو 300 طالب المتين و300 طالب لما عدنا تتكلم معهم شوية ونتحاور مشوا بس أنا ما نبصش للحيط أنا بص إن 200 و300 طالب وكل طالب ماشي بياخدوا حد زمله تاني يعني ممكن 300 دول على بين ما وصلوا للجان يبقوا مش 600 و700 و1000 والمنظر نفسه منظر شيك أو يعني بعد ما كان الشكل العام الأولاد كده يعني عندهم نعم الأحباط أو نعم من يعني برضو إحنا برضو ما نحطش دماغنا في الراب الأولاد يعني أنا بقول لستة الرئيس زي ما قال لدكتور كارم بقول لستة الرئيس إنه نبدأ بقى يعني نشعل الأولاد دول بالأمل الأمل إيه؟ هم دلوقتي ما فيش وظائف حكومية أول مطلب الشباب دول هو طاروه منه وانا ما ببلغوا هو على هوا إنه عاوزين إنه يفتح لنا نسبة من الشغل نشتغل يشعروا إنه بعد ما يخرج مش هيوعد في البيت نايم طب بس فيه فيه دكتور مشاريع بتقوم بيها وشركات توظيف يعني عفوا منتقيات توظيف من وزارة قوى العاملة ومن وزارة التضامن ده ده النقطة الثانية بقى لي نقطة الثانية إنه نحن وزير قوى العاملة برضو أنا طبعا لي أتصل بقوى العاملة وأنا كنت رئيسي منسلسة الثقافية العمالية وكنت تابع لوزارة القوى العاملة يعني كان سيدة الوزير أنا بقول لسيدة الوزير أني ندور على أن المؤسسات اللي بتعرض وظائف للشباب بتعرضها بجد يبقى وظائف حقيقية يعني أنا في كثير من الأعمال وردو بلوم الشباب هنا في كثير من الأعمال أنا في واحد عنده شركة مش ملابس مش دها لسك يعني كان عاوز محتاج تلات تلاف عام مصري مش عايزين يروح مش عايزين يروح وراح جاب عمالة هندية وجاب عمالة أندونسية هي بقى النقطة دي بالضبط اللي أنا عايزة تكلم حضرتك فيها أنتوا عايزين وظائف حكومية الحكومة ما فقاش والرئيس يعني الوظائف الحكومية والوظائف الحكومية هي منتهى الصراحة الوظائف الحكومية مش متاحة وما بتتحش بصراحة يعني فرص للإبداع اللي عنده هو بالضبط يعني ولا إبداع ولا مقابل ما يعني خليني أدخل يعني بعد إذن حركة دكتور خليني أدخل على خط المناقشة في النقطة دي تحديدا اشتركوا في القناة دي تحديدا